لم تهدى اجتماعات الساسة في العراق منذ بدي العمل على انتاج عملية ديمقراطية تمهد الوصول الى رغبة الشارع وصوته وحقوقه محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب الذي نقل صوت البرلمان في الفترة الماضية اقرارا لقانون الموازنة وحل البرلمان قبيل موعد اجراء الانتخابات الاستعداد الذي يقوده الحلبوسي خلال زيارة الى اقليم كردسال بحث جملة من القضايا المشتركة سيما ان الحركة بين بغداد واربيل تتوحد فيه الرؤى الى تحقيق المرجو من العملية السياسية وانتاجها المقبل النهج المراد في انتاج صوت ديمقراطي يريده الشارع بدأت فيه رئاسات الثلاث واضعة نصب اعينها تحقيق الاهداف التي تعمل على تحسين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيما للمحافظات المحررة وحقوق ابناء الرافدين من توفير الحقوق الاساسية وهذا صوت نطق به العراقيون منذ ان تحدثت انتفاضة تشرين عن تفاصيل الحياة اليومية في ارجاء البلاد كافة واستكمالا للرسالة التي تريدها الحكومة كما يكرسها دوما في خطاباته وتوجيهاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السعي المستمر في صناعة سياسة تنهي اي معيقات تواجه البناء الجديد وتجعل بغداد واربيل في مقدمة الجهود المشتركة لتجاوز الصعاب والقضايا التي تواجه البلد بما فيها محاربة الارهاب واسيادة الدولة وتكريس العمل السياسي الذي يلبي رغبة الشارع العراقي في مستقبله القريب والبعيد ترجمة نانسي قنقر